الصبر على مدرب شكله كويس واللعيبة بتتكلم عنه كويس والجهاز الفني المساعد بكفي ش Darren Одiscal كانوا حاسين فعلا انهم يستهلوا البطولة وما كانوا حاسين انهم الحمد لله ان احنا وصلنا للفاينل وبالتالي هم كان عندهم ثقة في الشغل اللي كانوا بيشتغلوه في اللعب اللي كانوا بيلعبوه والتعب اللي كانوا بيتعبوه والثقة بكل تأكيد تحكس لنا انهم بما انهم وصلين في الراجل فهم نفترض احنا كمان نصق فيه الحاجة الاخيرة بس المطلوبة منهم انهم يفهموا ان مش معنى ان احنا دعمناهم بعد الخسارة في كاس قمم افريقيا ان احنا هنعرف ان ندعمهم كجمهور يعني انا نتكلمش كميديا كجمهور احنا ثقفنا لكم او جزء كبير ثقف لكم وقال لكم انتو اشرفتونا وانتو حاربتو على تشرت المنتخب مصر فشكرا على القتال لكن لو خسرتو تصويات كاس العالم المقبلة امام السنغال هيبقى صعب قوي ان المشروع يكمل لان هيبقى نفسيا انت حسيت ان المدرب وجهازه اخفق في تحديين متتاليين وربعط فهيبقى نفسيا فيه حاجز فهيبقى ده مش ألطف حاجة فاتمنى فعلا اللعيبه تكون مدركة ده كويس وتبقى مدركة ان المسألة مش بالكلام اللي هو زي ما ما سامو قال انها الحرب ما هم مكزبوش الكاميرو كنا حسر منهم في المعب اصلا في أوقات كتير في المنشو فهي مش بالكلام فالمهم اننا نفهم انها مش بالكلام نشتغل كل لاعب يشتغل على تطوير نفسه لو انت محروق على تشيرت منتخب مصر اشتغل على نفسك يعني مصطفى محمد اشتغل على نفسك في التمرير على الارض اشتغل على نفسك في الأسستات وما تنامش رمضاء يعني ما تنامش غلما تعملها يعني قصديم النام عادي يعني نام عدد ساعة كويس عشان تسحب عيق للتدريبات سقصد يعني اشتغل على نفسك بكل قوة محمد شريف تلعبش بظهرك كويس أرجوك أرجوك وقف على الكورة كتير أرجوك تدرب على الموضوع ده أرجوك تطور نفسك ما فيش العيب متكامل بيتولد بين يوم وليلة ومحمد صلاح كان مجرد جناح سريع الآن يبقى بسم الله ما شاء الله قوته البدنية عاملة ازاي وقفيته على الكورة عاملة ازاي قدرته على المروغة عاملة ازاي كل ده مكانش عند صلاح مروغيته حتى في قصدي في المسحات الدائقة يعني كل ده اشتغل صلاح على نفسه اشتغلوا على نفسك يا شباب رمضان روح على الجول اشتغل على الجول اشتغل كتير نفس الموضوع مرموش اشتغل على انك تتباصي تسيب الكورة اشتغلوا اشتغلوا. الحاجات الفردية هي اللي هتساعد المدارب انه يعمل شكل جماعي انما في كل الاحوال المنتخب اللعيبة محتاجة تشتغل على نفسها والجهاز الفني محتاج يشتغل على الخطط الهجومية واحنا محتاجين يشوف ده في المتشاط بتاعت السنغيل عشان نرجع نفق تاني و نتبسط تاني ويكون المشروع فعلا مشروع النجاح